حياكم الله من جديد نتواصل معكم في برنامج الخط المباشر أنا نسيت أخبركم قبل الفاصل الحمد لله أني ذكرت الحين أنه عندنا ضيوف بنتكلم معهم في موضوع مهم جدا هذا الموضوع دأبت الشارقة على تنظيمه للسنة الثالثة على التوالي للسنة الثالثة على التوالي وهو مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي في السنة الأولى ما بالعام أول تلعام كان مهرجان مميز تجربة أولى كانت عرض الافتتاح كان لمسرحية من إعداد صاحب السمو حاكم الشارقة عليا وعصام مسرحية شعرية جميلة في الحقيقة وكانت بداية قوية جدا للمسرح بشكل عام ولتلك الدورة السنة الثانية كذلك كانت الدورة تشرفت بعمل من تأليف صاحب السمو حاكم الشارقة داعش والغبراء داعش والغبراء على ما أذكر بالفعل وكان عملا مميزا جميلا رائعا وصاحب السمو حاكم الشارقة في تلك الأمسية جلسة جميلة أو جلسة جميلة مع كل العاملين في مجال وكانت توجيهات جميلة ورقاء جميلة لا أريد أن أطيل عليكم في المقدمة أترك المجال لضيوفي في الاستيديو سعادة الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح وبدالة ثقافة الإعلان طبعا ومدير مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يحياك الله أخي أحمد يحياكم الله أحمد فرصة طيبة والحديث عن المسرح حديث ذو شجون كما يقال وهو من أخص اهتمامات صاحب السمو حاكم الشارقة كذلك أرحب بالأستاذ فواغي فريد الفردان المنسق الإعلامي لمهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي بدائل الثقافة الإعلان أستاذ فواغي حياك الله يا مرحبا بك في الخط المباشر يمكن أول مرة في الخط المباشر إن شاء الله تكون تجربة جيدة إن شاء الله بإذن الله حياكم الله معنا جميعا أول شيء إذا سمحت لي ساذ أحمد ما المهرجان الصحراوي أو ما هو مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي نعم حقيقة هو مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي يأتي هذا المهرجان طبعا في ظل بحث الشارقة دائما ففي مشروع الشارقة الثقافي لتطوير الحركة المسرحية في دولة الإمارة حقيقة نحن دائما في بحث دائما وبتوجيهات من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي أضو المجلس على الاتحاد حاكم الشارقة حقيقة هذا المهرجان يأتي لعمل على نقل الثقافة المسرحية من شكلها التقليدي إلى شكلها الذي يكون أكثر قربا من الجماهير يعني شكلها التقليدي تقصد على خشبة المسرح عشق خشبة المسرح وكما يسمى عندنا نحن في مصطلح العلبة الإيطالية وهو المسرح والكراسي المتفرجي هاتذ مسمينا أنتو العلبة الإيطالية هي المصطلح عند شكل المسرح التقليدي فبالتالي نحن نخرج من هذا الشكل إلى فضاءات أخرى جديدة ومناخات أخرى جديدة بتوجيهات صاحب السمو الحاكم ودائما نبحث عن الجمهور وكما تعلمون الآن الطقس مختلف والناس كده أصلا سيلبر يعني الآن بطبيعة أهل الإمارات وأهل الخليد دائما في هذه الأجواء الجميلة دائما متواجدين في هذه المنطقة فبالتالي نحن نبحث عن جذر لهذه الحركة المسرحية شيء يشبه الحركة التي متواجدة في طقس الصحراء الصحراء هي حالة من الطقوس المسرحية لو أردنا أن نحاكي حالة البدوي في حياته اليومية فهو طقس مسرحي فبقبل هذا الشكل الذي نقدمه يأتي من قبل الحياة في هذه البيئة الصحراوية البيئة المرتبطة أيضا بالرومانسية العربية كما هو والحكايات المتواجدة في هذه البيئة فبالتالي نحن ننزل إلى الجمهور عند تجمع الجماهير متواجدة في هذه المنطقة في هذا الطقس البارد المعتدد فبالتالي هناك هذا التواجد ومن خلاله نستطيع أن نقدم هذه التجربة الثقافة الصحراوية مرتبطة بالثقافة البدوية وثقافة البادية لها ارتباط كبير جدا بالأدب العربي والفن العربي فأنت حينما تتحدث عن البادية تتحدث عن الشعر العربي تتحدث عن التاريخ العربي تتحدث عن كثير من القصص التي كانت مسرحها الصحراء أو كانت الصحراء مسرحها هذا الهدف من الموضوع عندما هذا الإرث الثقافي العربي فنحن دائما نبحث عن مسرح يشبه العربي فبالتالي هذه تجربة هي تجربة غربية وفكرة غربية أصلاً المسرح فبالتالي نبحث دائماً مثل ما ذكرنا عن الجذر المرتبط بالثقافة العربية هذه الحكايات عندما تمسرح فتقدم ثقافة الآن ليس فقط في الثقافة المحلية في دولة الإمارات أو في الخليج ولكن نبحث في كل الثقافات البادية دائماً نبحث في دورات المسرح الصحراوي عن الدول العربية المرتبطة بالصحراء كموريتانيا والمغرب والجزائر وهذه الدول مرتبطة أيضاً بالثقافة الصحراوية فبالتالي حكايات غنية تقدم بشكل يعني يقدم ليس فقط من خلال العرض المسرحي وإنما ما يصاحب هذا العرض المسرحي من ثقافة بدوية أو صحراوية موجودة في هذه المنطقة فبالتالي نحن لا نتعرف فقط على العرض المسرحي وإنما نتعرف على ثقافة عامة فن فن المأكل والمشرب الملبس الملبس الحكايات الأشعار كيف يتسامرون حتى حتى رأينا ذلك في الأدوات الموسيقية المستعملة مثلاً بالربط فهي بالتالي ثقافة عامة تقدم لي ولكن ثقافة مرتبطة بالصحراء طيب إذا سمحت لي أخ أحمد يعني أتوجه بالحديث مع الأستاذة فواغي الصحراء تختلف عن العلبة الإيطالية هكذا أسمعيها عن العلبة الإيطالية العلبة الإيطالية قد يكون أو الخشبة المسرحة قد يكون من الصعب جداً أن الدخلين فيها خيول دخلين فيها جمال دخلين فيها ماشية صح أو لا؟ صح المسائل كلها بالإمكان أن تكون موجودة في المسرح الصحراوية هل استثمرت هذه المسائل في عروض المسرح الصحراوي؟ نعم نحن عدنا العروض الصحراوية بتكون بشكلها الطبيعي كتوان رملية موجودة وخيم فمغدى الشكل الطبيعي للصحراء بالنسبة للخيم عدنا حبيت أستذكر نقطة نحن مغفرين خيم فعلاً خيم فندقية للجمهور هذه 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 كاستراحة أو كاقامة أو ككذا نعم لكن كشكل فعلاً أنت لما تزور المهرجان تعيش هذه الأجواء الصحراوية كأنك فعلاً رجعت لي زمن قديم طيب إذا إذن تكلمنا عن العرض المسرحي هذا أكيد العرض المسرحي في النهاية يبال أنتوا تسمونه في المسرح اللي هو الديكور مفردات الديكور هذه يجب أن تكون متوافقة مع العرض المسرحي اللي سيعرب هل تغيرون من طبيعة المكان؟ لا لنخلي المكان روح يتكلم يعني عندنا الكثبان الرملية والصحراء هذه روح تعكس ثقافة الصحراء والشجرة موجودة مكانها والكثبان موجودة مكانها والخيمة وتستعمل في العروض كما شاهدنا مثلاً في عروض السنة الماضية والتي قبلها الخيول والماشية والجمال نعم كل هذه الأشياء كأنك في الماضي سنة هذه موجودة كذلك نعم إن شاء الله طيب الأعمال المسرحية كذلك تحتاج إلى تقنيات مثل الصوت مثل الإضاءة كيف يتم توظيفها ضمن هذه البيئة المفتوحة نعم تم التجهيز لهذه الأمور والاستعداد لها مسبقة من ناحية الإضاءة الصوتيات كل هذه الأشياء التمديد الكهرباء كل هذه الأشياء الحمد لله تم الاستعداد لها مسبقاً وعدنا فنيين ما شاء الله مختصين بهذه الأشياء ما شاء الله والحمد لله كلهم على الاستعداد لبدل المهرجة نحن طبعاً أخ أحمد ونختفاغي نشوف هذه اللقطات الآن عن الهواء مباشرة هذه صورة صباحاً هذا اليوم وهذه للاستعدادات الجارية لاستقبال جمهور مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي شخصياً حضرت بعض العروض في السنة الماضية وتفاجأت من الجمهور الكبير الذي كان حاضراً لدرجة أن المدرج الذي كان معمول الذي يضم الناس وبالفعل مثل ما قالت الأخت فواغي طبيعة المنطقة بكثبانها الرملية بخيامها جميلة ولا داعي لتدخل الإنسان بأن يعمل فيها ديكورات فكنت أتحدث عن المدرج كان بشكل كبير جداً امتلأ وغص بالناس حتى لدرجة أن البعض كان يجلس على الأرض أنا من ضمن الأشخاص الذين جلسنا في الحقيقة على الأرض طبعاً ممتع كان يعني الميلس علي وعصام هات المسميين السنهاي طبعاً في الفندق الصحراوي فيه استراحات التي تكلمت عن الأخت فواغي هذا؟ نعم فالاستراحات هذه ما بين الخيم عندنا تقريباً 50 خيمة فبالتالي ما بينك مجموعة من الخيم هناك ما هو استقبال ميلس يسميه من الميلس فبالتالي هذه المجالس أخذت أسماء أعمال لصاحب السمول المسرحية السابقة نعم طيب الخيم هذه اللي سميتها فندق نعم شو سميته فندق؟ فندق الصحراوي فندق الصحراوي نعم هل سوف يسكن فيه ناس؟ طبعاً الفكرة الموضوع حتى من عودة إلى أسؤالك السابق هل هناك فيه من الديكور أو من الهاتف تدخلات البشرية نحن نرجع إلى طبيعة البكر فبالتالي عندما نقدم عرض مسرحي لو أردنا أن نقدم بمفردات رجعنا إلى موضوع الخشبة ولكن نحن نبحث عن هذه الأجواء عندما تكون الطبيعة تكون هي السنوغرافية للعرض فبالشكل السنوغرافي يعني إضاءته، صورته، صوته، أموره وما يتعلق هناك تقنيات بسيطة بحدها الأدنى كإضاءة وكصوت فبالتالي معتمد فقط على هذا الشكل لأنه بطبيعة الصحراء تشكل منظر مسرحي فبالتالي هذا الكثفان وتفاوته في الصعود والنزول فبالتالي هذا يشكل الموضوع الذي هو الشكل المسرحي نرجع إلى مسألة الفندق الصحراوي الفندق الصحراوي في سبيل سعينا وسعي إمارة الشارقة في برنامج الثقافي لنشر الثقافة المسرحية عندما يشاهد الجمهور العام كيف ينتج العمل المسرح الذي يقدم خلال سويعات أو دقائق جميل فبالتالي عندما يتواجدون في مكان العرض المسرحي كيف يقدم الفنان تجربته كيف يقدم الجهد الذي يبذل من خلال التدريب وعادة كما سميه البروفات وعادة التواعد ويحضرها الجمهور يعني يحضر الجمهور القصص من هذا هو نشر الثقافة جميل جميل وليس فقط لاستمتاع بالعرض الرئيسي فقط لاستمتاع بالعرض الرئيسي وأيضا لنشر هذه الثقافة الثقافة لأن هذه الدقائق البسيطة التي تقدم كيف الفنان يتعب ويقدم عروضه وجهده وأموره فبالتالي هذه تخلق نوع من الثقافة أيضا في هذه المجالس هناك منشطين مثقفين يعني في كل خيمة أو مجلس من المجالس هناك أحد المختصين في المجال الثقافي والفني يتحدث عن التجربة المسرحية في دولة الإمارات ويتحدث عن الأعمال التي تقدم وما تقدمه إمارة الشارقة من أجل خدمة الثقافة والفنون بجمعها فبالتالي هذه هي أيضا نوع من مد الجسور التواصل ما بين الفنانين وما بين الجمهور العام إذا سمحت لي أخ أحمد الآن إدارة المسرح التابعة لدائرة الثقافة تقوم بأنشطة كثيرة من بينها مهرجان الشارقة المسرح الصحراوي أيام الشارقة المسرحية مهرجان المسرح المدرسي صحيح؟ نعم ما بعد عندكم؟ لدينا ثمان مهرجان ما شاء الله كم بعددنا؟ قلت ثلاثة يدو يعني نبدأ من بداية الموسم مهرجان كلباء المسرحيات القصيرة عدل نبدأ في مهرجان الشارقة المسرح الصحراوي هذا ثنينة نبدأ بمهرجان المسرح الكشفي ثلاثة ماشا الله مهرجان خورفك المسرحي ماشا الله مهرجان دباء الثنائي وعندك المهرجان الخليجي الصحراوي والخليجي وعندك المدرسي سبعة ثمانية المدرسي فبالتالي عندك الكثير طبعا أنا إذا سمحت لي كان عندي سؤال في الحقيقة يعني هذه كانت مقدمة لسؤال الآن أنت عملت في إدارة المسرح في إدارة الثقافة عملت مهرجان الشارقة المسرح الصحراوي اللي هو المفتوح نعم بقية الفعاليات كلها على خشبة المسرح طيب ربما يأتي شخص ويقول لك طيب يا أخي لماذا المسرح الصحراوي قد تكون بعض الأعمال يناسبها البحر قد تكون بعض الأعمال تناسبها المدينة أنت تعرف بأن المدينة لها حكاية نعم ولها كذلك قصص ولها أدبيات ولها فنون ولها لا تستطيع توظيفها في الصحراء فأنت قلت لي الآن في مهرجان كلبة وفي مهرجان فرفكان وفي مهرجان دباء هذه كلها حواضر ومدن ساحلية ولكنها الأعمال تقدم فيها على خشبة المسرح فهل من فكرة كذلك ربما في المستقبل؟ لا هي ولا هناك فكرة قائمة قائمة نعم وهي الآن نحن في الدورة السادسة لمهرجان فرفكان المسرح آه مفتوحة هذا يقدم أيضا على الشاطئ أي هذا مفتوحة ويقدم أيضا في مسيرة كرنفالية صحيح صحيح تقدم حروضها في الشارع ومن ثم ننتقل إلى الشاطئ وتقدم خلال معظل أما هناك أفكار جديدة إن شاء الله الآن عند صاحب السمو الحاكم إن شاء الله هناك كثير من المقترحات في هذا الإطار لتحويل مهرجان أن يكون مهرجانا بحريا يعني مرتبط إن شاء الله في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله طيب نعود إلى مهرجاننا الذي هو مهرجان الشارقة المسرح الصحراوي أخت فواغي هل ممكن التعرف على مضمون المهرجان طريقة ترتيب أربعة أيام هو طريقة ترتيب هذه الأيام الأربعة للجمهور نعم بالطبع طبعا أول ليلة في البداية خالت أتكلم عن المضمون المهرجان مضمون المهرجان طبعا يقدم عروض مسرحية صحراوية هناك أيضا فنون شعبية فلكلورية وكذلك في هدايا للجمهور ستوزع هدايا للجمهور ومن بين هذه الهدايا سيكون هناك ست ليرات ذهبية من نصيب الجمهور كل ليلة ست ليرات ذهبية شو يعني ليرات ذهبية من تقاليد الصحراء من المكان أيضا هناك حفل عشاء كل ليلة مجاني ماخذ الطابع التقليدي للدول المشاركة ويانا أيضا شو هي الدول هذه أو الثقافات هالي بتتعرضونها؟ دولة الإمارات العربية المتحدة سلطنة عمان يعني في ليلة إماراتية؟ نعم في ليلة عمانية؟ نعم بالنسبة للليالي على حسب الدول عندنا أول ليلة ليلة دولة الإمارات العربية المتحدة بتبدأ بعرض مسرحي بعنوان صرخة ميثة من تأليف سلطان النيادي وإخراج محمد العامري هذا يقول لي الأخ أحمد أنها مسرحية قديمة هذه قبل كم؟ قلت لي تقريبا أكثر من حدود العشرين عشرين سنة ولكن الآن بتقدم في الهواء الطلق نعم وثاني ليلة عندنا ليلة سلطانة عمان بيكون في عرض مسرحي بعنوان عشق في الصحراء من تأليف نعيم فتح نور وأخراج يوسف لبلوشي ثالث ليلة عندنا ليلة الجمهورية المريطانية مسرحية حديث الليل التأليف الغالي أكميش وأخراج التقي سعيد ورابع ليلة وهي الليلة الأخيرة ليلة المملكة المغربية بيكون عندنا إن شاء الله مسرحية بعنوان حرب وحب من تأليف وأخراج عزيز إبلاغ طبعا استكمالا لهذه العروض هناك برامج ثقافية البرنامج الثقافي يكمل هذه العروض بحيث بيكون عندنا مسامرات نقدية بعد كل عرض مسرحي في كل ليلة بيتناول السلبيات والإيجابيات الموجودة في العروض المسرحية بيكون هناك نقد بناء لهذه العروض كذلك أيضا عندنا مسامرة فكرية ستكون إن شاء الله يوم السبت المسامرة الفكرية بعنوان مضامين العرض المسرحي وأساليبه بين الكائن والممكن فإن شاء الله بيكون هناك أيضا العديد من المفاجآت إن شاء الله اللي نتمنى إن شاء الله الجمهور يشاركنا فيها شو مسوين للجمهور بخلاف العروض المسرحية هذه والمسامرات هذه في مسابقتين لهواة التصوير قيمة الجائزة لكل مسابقة عشرة آلاف درام الراغب في المشاركة يكون متواجد إن شاء الله في مكان وموقع المهرجان في شارع مليحة منطقة الكيف مخرج نزو المدام يلتقط الصور أو الفيديو وعندنا آخر موعد لتسليم الأعمال المشاركة بيكون 25 ديسمبر إن شاء الله طيب إذا سمحت لي أخ أحمد مهرجان شارقة للمسرح الصحراوي هذه الدورة الثالثة وهذا السؤال وإن كان تقليدي في ظاهره لكن أعتقد سوف يحمل مضامين كثيرة ما الجديد الذي تحمله هذه الدورة؟ حقيقة في هذه الدورة هناك قراءة مثل ما ذكرت الفراغي الذي هو قراءة للدورات السابقة من خلال المسامر الفكري الذي ستكون المسرح الصحراوي أساليب ومضامينه بين الكائن والممكن هل الفكرة هذه قدمت بالشكل المثالي؟ ما هي العوائق التي فكرة المعروضة المسرحية الذي هو فكرة المهرجان كفكرة تقدم لأول مرة على مستوى الوطن العربي فبالتالي نحن نبحث في هذه التجربة هي تجربة جديدة على الثقافة المسرحية في الوطن العربي هل نحن نقدم هذه التجربة بالشكل الصحيح؟ العميلة أعتقد أنها محتاجة إلى كثير من البحث وكثير من التنظير في هذا المجال فبالتالي نحن نبحث في هذه التجربة هل عكست هذه التجربة الجذر الذي نبحث عنه عن ارتباط الحياة المسرحية بحياة العربي؟ هل كان هناك شكل من أشكال المسرح يقدم؟ فبالتالي هذا البحث أعتقد أنه بحث طويل وبالتالي هذه التجارب وتراكمها وانعقادها وتواتر انعقادها في الشارق أعتقد أنها هي الجديدة الذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى أن نبحث عن تجربة عربية أصيلة مرتبطة بفن المسرح طيب الآن الأخوة يبعثون بعض الرسالة أحد الأخوة يقولون أن المسرح الصحراوي وطريقة العرض كانت في منتهى الروعة والجو كان رائع والجلوس على الرمل زاد الأمر جمالاً فكرة المسرح الصحراوي فكرة موفقة هذه الرسالة من أحد الأخوة الأخ بن يعروف الأخ سيف بمهير يقول ملاحظة بالنسبة للفندق الصحراوي رغم الإقبال الكبير على حج زماكن الفندق ولكن للأسف تكون هناك أماكن محجوزة من السابق فنتمنى زيانة الأماكن هذه الفكرة كانت سابقة أو هي لأول مرة؟ لا هذه المرة الثانية فبالتالي الأخ يقول أنه يبقون يسيرون يبقون يأخذون خيام لكن يبدو أنتم تسوون أربع أو خمس خيام أو لا أعرف كم خيام هي خمسين خيامة خمسين وبعد خلص؟ لا لكن نحن عرضناها للجواهير من قبل شهرين فبالتالي بدأ الإقبال على خلصت أو بعدها؟ أعتقد خلصت يعني محجوزة بالكامل خمسين أعمل لأن كل أسرة تأتي ليلة واحدة فقط فبالتالي يعني من سبق لبق يعني كان إحنا من ضمن الأشياء التي كنا حطيناها من زينا في السنوات القادمة بدأ الخمسين خلصت سيرئمية مثلا؟ هذه بمقابل أو لا بدون مقابل؟ لا بدون مقابل آآ بدون مقابل طيب تكون برسوم معقولة بحيث أن يصير فيها تنافسية يعني؟ أعتقد نحن في مشروعنا في ثقافة المسرح وبدعم صاحب السمو حاكم لا بدون محتاجين السؤال نحن ليس في حاجة أن نقدم مثل هذه ولكن هي نوع من جسور التواصل ما بيننا وهذا مثل هذه الرسائل الإيجابية أعتقد أن تحفزنا نحن أن نقدم إن شاء الله أفكار أخرى تعلق بهذا الإطار أو أيضا بتقديم هذه الأشكال المسرحية إن شاء الله في القادمة الأيام أو في الدورات القادمة يكون إن شاء الله هناك زيادة في عدد الله إن شاء الله الآن نشاهد على الهواء هذه بعض اللقطات لمسرحية داعش والغبراء أليس كذلك؟ نعم هذه داعش والغبراء كان عملا صراحة متميز من كل النواحي نعم لمدة تقريبا عشرين دقيقة هكذا كان طول الأرض أكثر بقليل كان شادا جاذبا لم يستطع الجمهور مغادرة مكان العرض أو متابعة مكان العرض حتى للحظة كان فيه إبهار بصري ضوئي إبهار بالمؤثرات الموسيقية والصوتي التي كانت مستعملة رغم أننا في الصحراء لكننا استطعنا أن نشاهد إعتام بشكل كبير جدا كما نلاحظ استعمال في الإضاءة بشكل جميل جدا النص كان في الحقيقة مواكب لشكل كبير جدا لما عرض في هذه جموع مثلا التي تحاربت وتحمل الرايات والفكرة كانت فيها كثير من المعاني التي أراد أن يوصلها صاحب السمو حاكم الشارقة في عمله الجميل داعش والغبراء استعمال الخيول لم يكن فقط لمجرد العرض أو الشكل كان موظف توظيف رائع في النصر المسرحي خاصة في السباق الذي جرى وفي سبب صور المشكلة هذا كله يعطي المسرح في الحقيقة ألق وزخم هذا العمل السابق هو واحد من رواع صاحب السمو حاكم الشارقة المسرحية عندما نتحدث عن المسرح الصحراوي فمسرحية داعش والغبراء هي النموذج توفرت لهذه المسرحية النص الرائع الذي يحاكي هذه البيئة وأيضا يطرح إسقاط لما يحدث الآن في الوطن العربي هذه المسرحية وهذه الرائعة من رواع صاحب السمو الحاكم تؤكد على أهمية البحث في هذا المجال كيف نبحث عن قضايا في ثقافتنا العربية وفي أرثنا الثقافي من أجل أن نطوعها لما يحصل الآن في واقعنا العربي وتناسب المسرح الصحراوي أكثر من مناسبتها للخشبة بالضبط هذا هو البحث الذي تتكلم عنه البحث من خلال البحث فيه ما يناسب هذا النوع من العروض هذه المسرحية تتحدث عن صراع أزلي لمدة 40 عام في قضية كانت مثلما ذكرت قضية كانت بسيطة جدا تافية تعتبر ولكن كيف حدثت واستمرت لمدة الأسباب غير معروفة وغير من خلال حرب ما بين الخيلين فبالتالي هذه المسرحية قدمت نموذة من خلال الطرح الذي يتواكب هذه البيئة وأيضا الناحية الفكرية في النص تجهل ناحية العرض وما يقدم المقولة فبالتالي هذه المسرحية قدمت هذا الشكل فبالتالي عندما تشاهد من ناحية الشكل فهي تنطبق على بيئة الصحراء من ناحية العرض الجمالي للأخرج الرائع لأستاذ محمد العامري قدم فكرة تتواكب مع مضمون العرض المسرحي فبالتالي كما شاهدتم في الخلاق كيف وقف الجمهور صفق طويلا لهذا العرض أذكر نعم وكيف صاحب السمو أيضا تفاعل معنا كفنانين ومسرحيين وعندما التقى بهم وجلس على رمل الصحراء رمل الصحراء وكان حديث الأب إلى أبنائه فكانت واحدة من اللحظات التي لا يمكن أن تبرح الذاكرة من خلال جماليتها وأيضا حميميتها التي حصلت ما بين الحاكم وبين الفنانين والجمهور أنا أشكر في الحقيقة كذلك المخرج محمد العامري الذي وفق في نقل الصورة مسرحيا أو نص صاحب السمو حاكم الشارقة يعني وفق في الحقيقة في إظهاره بشكل مناسب للنص وكذلك أشكر المخرج التلفزيوني لخ ماجد شوما نزاه الله خير الذي بالفعل استطاع من خلال عدسة الكاميرا أن يظهر للمشاهد كذلك تفاصيل كنا نشاهدها ونحن حضور لكن المشاهد كذلك لم تغفله هذه التفاصيل على شاشة التلفاز فنوجه للجميع الشكر ولا شك أن النص هو في الأساس الذي كان محفزا لإبداع بالفعل ليس بعيدا عن داعش والغبراء وليس بعيدا عن المسرح الصحراوي هناك أخت الكريمة أخت فواغي ارتباط كبير جدا ما بين نجاح الفكرة بشكل عام وما بين نجاح البدايات نحن تحدثنا عن بداية علي وعصام عندك أعتقد كذلك علي وعصام أخي علي وعصام بعد ذلك الموسم الثاني افتتاح الموسم بداعش والغبراء السنة هذه لدينا كذلك عمل يجب أن يراهن عليه وأن يبرز نجاح الموسم الثالث فإلى أي حد تعتقدين بأن إن شاء الله الموسم الثالث سوف يكتب له التوفيق والنجاح من خلال عرض البداية دام بداية الفكرة للمهرجان كانت بهذا الصدفة إن شاء الله نحن متأكدين إن شاء الله بأن استمرارية هذا النجاح للمهرجان وللعروض إن شاء الله ستستمر دورة بعد دورة وقبال الجمهور صداهم وانت واحد منهم استاذي فهذا شيء يأكد على إن شاء الله المهرجان والعروض والافتتاح إن شاء الله كله إن شاء الله بيكون الجمهور راضي عليه إن شاء الله بإذن الله متى الافتتاح أختي فواغي؟ 14 ديسمبر إن شاء الله باتشر باتشر يعني نتكلم عن باتشر الخميس الساعة الساعة 8 المساء الساعة 8 المساء في منطقة الكهيف نعم منطقة الكهيف تقدرين تدخليلها من أكثر من شارع أي شارع تقريبا يدخل على مكان المسرح المهرجان المتجه من الشارقة إلى مليحة عدل هو في التفرعين بداية الدخلة الأولى الدخل على السيوح والدخلة الثانية الدخل على نزوة نحن نأخذ الدخلة للدخل على نزوة باتجاه اليمين لحظة أين أنت خربط بي أنت ساير تبقى مليحة ويوت على شارع مليحة ساير باتجاه الشرق نعم صحيح؟ صحيح فيك تقاطع يميني يميني وديك نزوة أو هذا التقاطع أول تقاطع أعتقد هذا الأول الذي أريد أن يكون السيوح وهذا الثاني جسر يعتبر نعم نعم عيل إذن الجسر هذا اللي إذا تأخذ يميني يميني هو كجسر عفوان جسر الأول إذن يقول أنه لا هالنفق ما نطري هنا نعم هاي هاي بس حق السيوح النفق نحن نتكلم على الجسر الجسر أول جسر هذا الجسر وفي علامات رشادية يودي نزوة يمين وودي المدام وودي مكتوب بعد الدبي ومكتوب العين هذا عدد هذا المخرج تأخذه يمين خلي الفيديو يمشي خارد في مجال أخذته يا السيارة يقول ابناك وين يمين وتشوف اللوحاتها على الشارع كل اللوحات الرشادية موجودة وكل الأعلام يتوصلك إلى موقع نحن بنتبع الناقة هذه وين محطوط الناقة هذه والرابط بعد موجود رابط الموقع ممتاز في وسائل التواصل موجود الرابط والمدخل هذا من الشارع العام نعم موجود فتحة جديدة بس الناس بتي في الليل ما بتشوف هذا لا موجود كل شيء موجود لا لا يعني أقصد بيبين في الليل حطيلك الشافات وإضاءة ممتاز جميل صراحة واماكن الجمهور هل درستوا شوية زيادتها العام الناس كانت تقول ترى يعني ما كفى لا هو التوضيح فقط بمسألة الجمهور هو بطبيعة الحال من غير كراسي هي الكثبان الرملية والذي هي الندود هذه هي نفس مقصودي مقصودي يعني جميل أنا أقول لك واحد يلس على الأرض يعني يلس على الأرض على سنة تشوف أكثر حميمية وقرب منك تشاهد والرملة نظيفة هناك الحمد لله والرملة يعني متعة صراحة الجلوس عليها يعني ولا تحتاج ولا تحتاج يعني حتى لا تحتاج حصير ولا تحتاج أي شيء مرة على الرملة يعني أيضا بس توضيح بالنسبة لي هو العرض المسرحي يبدأ الساعة الثامنة لكن الفعالية تبدأ من الخامسة من العصر شيء يشوف مرايحين هذا حق للأسر التي تنزل في الفنادق ولكن تبدأ مثل ما ذكرنا بالفنون الشعبية لدولة الإمارات في يويلو وعزيفة في الأمور هذه كلها إلى أن يبدأ العرض وبعد نهاية العرض المسرحي هناك طقس الجميل هذا العشاء التقليدي لكل دولة وتفرش الأرض كلها ماشر الجمال هذه في فكرة أنه كذلك يعني يتيبون بعض الجمال مثلا الأطفال يركبونها هذا هي من نسيج العرض المسرحي هذا ما العرض هي موجودة أيضا للفنادق موجودة كذلك هي نشر الثقافة كلها الثقافة البادية والصحراء للجمهور العام إذن نحن على موعد أخواني المشاهدين أخواني المستمعين على موعد مع مهرجان الشارق الصحراوي لا تفوت الفرصة ابتداءا من غد عند الساعة الخامسة والنصف عصرا تبدأ الفعاليات من رزيف ومن فنون شعبي ومن ألعاب ومن خيول ويعني رشاب وغيرها من المساءل هذه وعند الساعة الثامنة تبدأ العروض المسرحية بواقع عرض واحد في كل ليلة صحيح؟ عرض واحد في كل أو عمل واحد في كل ليلة فبالتالي لا تفوتوا هذه الفرصة بالإضافة إلى وجود الفنادق أو الفندق الصحراوي يمكن الحين انحجز بالكامل خمسين خيمة كل ليلة كل عائلة بس ليلة وحدة لا تقدر تأخذ الليلتين لا ليلة وحدة ويقدرون يباتون بعد؟ يباتون كامل يباتون كامل يستلم من الصباح لا بل نيبس يقيل هناك ويروح نعم مثل ما قلنا فيها مشروع هو نقل الثقافة هذه للنصفرحية للجمهور ماشاء الله حتى لاحظت في اللقطات قبل هذه اللقطات أن حتى المصابيح أختي فواغي اللي حاطينها حاطين مثل الفنر مجديم يعني ويايبين الخشب اللي هو الدعون يعني من البيئة مختارين أدق التفاصيل اللي هو هذا اسمه عفونا الشندل ودعون النخل يعني من البيئة المحلية صراحة مختارين أدق التفاصيل للبيئة عشان فعلا الواحد يحس أنه في الصحراء وزمن ماضي هو فريق عمل متكامل جيش من العاملين في هذا المجال مجموعة من اللجان العاملة في كل تخصص مجال موجود في هذا المجال طيب أنا إذا سمحتي لي اخت فواغي أريد أن أتكلم مع أستاذ أحمد في موضوع الملتقى الفكري المسامرات تكلمنا عنها بشكل سريع لكن لم يفصلنا فيه نعم هذه المسامرات أعتقد تحتاج إلى ضيوف كذلك تستضيفونهم من المتخصصين في مجال المسرح لإثراء النقد المسرحي نعم طبعا لعل أبرز المشاركين في هذا المجال وهو الأستاذ الدكتور بكريم برشيت من المغرب وأكثر من المشتغلين على مجال الفرجة في الوطن العربي كذلك الباحث والناقد عبيدو باشا من لبنان أيضا من الناس المشتغلة على تطوير وتأصيل الحركة المسرحية في الوطن العربي إضافة إلى العديد من المشاركين من الوطن العربي وأيضا من المغتربين العرب المتواجدين في الغرب فبالتالي أيضا سيشاركون في هذا الملتغى كريم رشيد السويدي العراقي للأصل المتواجد أيضا يتحدثون في هذا المجال وأيضا في كثير من الفعاليات التي تقدم في هذا الإطار من أجل تأكيد وتأصيل فكرة المسرح الصحراوي في الوطن العربي جميل ممتاز يعني بعض رسائل الأخوة يقول من الآخر المسرح الصحراوي مسرح أوصل الفكرة بصورة جميلة وفريدة وامتعة أحد الأخوة يقول أتمنى أن يكون الفندق بفلوس العام استوى شوي خبصة هذا ما يقول يعني يعني إذا تسوين فلوس أو يبقى مجانا لكن يترتب الموضوع بشكل أكثر ويتهتاح أكثر لجمهور أكثر أحد الأخوة يقول إذا يا أي مند بي كيف نوصل له بسيطة يا أخوي من أنت يا أي مند بي على شارع شارع الإمارات وحتى شارع الشيخ محمد بن زايد على شارع الإمارات ترك تأخذ يمين كما تكتبه مليحة نعم ويعقب تلتحق بالجسر التي طلعنا قبل وإذا يا أي من شارع الشيخ محمد بن زايد بعد نفس الشيء يوم يوم توصل هنا ميدانا الشيخ محمد بن زايد تأخذ يمين كذلك كما تتحق الجامعة أو المناطق هذه وتكمل تعدي شارع الإمارات وتكمل بسيط المكان لا يضيع يقول أرجو وضع لوحات رشادية على الشارع هذا موضوع آخر شارع الكورنيش خاص بالفنادق إن شاء الله أخي الكريم نتابع لك الموضوع وهذا عبد الله بن صميط يقول يبقى فيلم بدوي قال نبقى فيلم بدوي وأهل المدينة من تمثيل بناء الشارقة وإنتاج تلفزيون الشارقة إن شاء الله هذا الموضوع إن شاء الله يصير بالتعاون بينه وبين إدارة المسرح إن شاء الله إذا الله في ثناء كذلك على الإماراتي الممثل الإماراتي والفنان الإماراتي أحمد الجسمي هنا في في عمل وشفت الرسالة هنا مدري باوين سارت في عمل داعش والغبراء بالفعل هذا هو كذلك المبدع أحمد الجسمي الذي أتقن دوره من يشعر بالجمال يتوقو إليه هذه تكاتب الأخ يعني الحمد لله رب العالمين العمل كان متكامل من كل من كل الأطراف طيب بقعدنا شيء ما نوهنا عنه تبقى تقولون شيء بتوصلون للأخوة المشاهدين والأخوة الجمهور اخت فواغيت فضلي حاب أدعو الجمهور الكريم أنهم ينضموا ويشاركنا في هذه الأجواء خاصة أن المسرح تعدى حدود الزمان والمكان فإن شاء الله يشاركونا هذه الأجواء وحياهم الله إن شاء الله بإذن الله إزاك الله خير وبارك الله فيك أربعة أيام أربعة أعمال ننتظرها في مهرجان الشارق المسرح الصحراوي أستاذ أحمد شو اللي بدقول للجمهور يستغلون هذه الفرصة في حقيقة المسرح الصحراوي واحدة من أهم النشاطات المسرحية التي تقدم في دولة الإمارات ومثل ما ذكرنا هذا الجو والطبس الرائع أيضا سيكون هناك العديد أيضا من المفاجأات التي لا نعلن عنها ولكن سنتركها للجمهور في مفاجأة كبيرة جدا سنتركها للجمهور ولن نعلن عنها إن شاء الله بإذن الله مفاجأة كبيرة جدا مفاجأة كبيرة جدا أبدا ما بنخبر ناس وبعضهم يعرف لا ولكن إن شاء الله رح تكون هايرا إذا بس خبرني حين بيني وبينك عبد أخبرك إن شاء الله نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله جزيل الشكر لسعادة الأستاذ أحمد برحيمة مدير إدارة المسرح ومدير مهرجان الشارق المسرح الصحراوي بدائرة الثقافة وكذلك الأستاذ أفواغي فريد الفردان المنسق الإعلامي لمهرجان الشارق المسرح الصحراوي بدائرة الثقافة أشكور أختي أشكور أخي إذا كم الله خير لكم كل التوفيق إن شاء الله والشكر لكم على متابعتكم لنا هذه الحلقة من برنامجكم الخط المباشر